أجرى الدكتور زرهون أبباء العضو الإثيوبي بمفاوضة سد النهضة مقابل على قناة جزيرة مباشر في برنامج المسائية بشأن سد النهضة والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي وعبر العضو الفريق الإثيوبي إنه لم يكن هناك حاجة من الآساس أن تذهب مصر والسودان إلى أمم المتحدة ومجلس الأمن وأشار العضو إلى أن السد النهضة هو مجرد مشروع تنموي لتوليد الطاقة لم يدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمن وبالتالي فإن البحث الموضوع أنه ليس من اختصاص مجلس الأمن على الإطلاق وعضاف خلال مقابلة عن السؤال وجه إليه عن عدم الثقة من دولتي مصب في التعاون ومفاوضة الثلاث قائلا لأكون صادقا معك إن مصر والسودان وإذا أخذنا إلى تاريخ النيل والطريقة التي بنيت فيها السدود على النيل مصر والسودان ليست لديهم حتى الأرضية لمناقشة التعاون أو عدم التعاون الإثيوبي لأنه عندما بنت مصر السد العالي أو حتى السودان بنت سد مروى أو جبل عالية هذه الدول قامت بتنفيذ مشاريعها بشكل أحادي ولكن عندما يتعلق الأمر بإثيوبيا وأيضا بنائها لأسد على أن من دون أي معاهدات أو أي اتفاقات تلزم أثيوبيا بالقيام بذلك أثيوبيا قامت بتفعيل المفاوضات الثلاثية والمفاوضات التي نجريها الآن ونتحدث عنها كانت بدأت من إثيوبيا وأثيوبيا قد بعدعت السودان وإثيوبيا ليمظروا في التصميم ودراسة وثائقي سد النهضة من أجل التعامل مع أي مباعد قلق ومخاطر مستشرفة وأيضا لتعزيز الفوائد من أجل تعزيز الفهم بين الدول الثلاثة وذلك لأنه من منظور الأثيوبي أن النيل هي هبة الله ومورد يربطنا جميعا وهي النعمة لعالي الدول الثلاثة وهو نهر يربطنا مثل شريان حياء وبالتالي أثيوبيا قامت بأفضل ما في وسعها وقد قامت لطالما قامت بذلك نحن بدشنا هذه العملية الثلاثية ويجب أن تقدر أثيوبيا على هذا مصر والسودان يجب أن يكونون ممتنين لأجل هذا هذا هو الأمر الأكثر أهمية وبالتالي حتى لو كان هناك عدام لأثقا فهي ليست من الطرف الإثيوبي إثيوبيا قد فتحت أبوابها وإثيوبيا قد مدت أيدي التواصل إلى الدول الأخرى لأجل السلم والتعاون ولأجل الازدهار لجميع شعوب دولي النيل هذا النهر ليس لإثيوبا وحدها لم نعقل هذا أبدا إن النيل هو مورد مشترك فدعونا نستخدمه سويا دعونا نستفيد من الهباء ومن ثمار هذا النهر فبالتالي أثيوبيا لا شك لديها وعبر عن حق إثيوبيا قائلا ورد عن السؤال في توضيح ما قاله السفير الإثيوبي في السودان السفير بلت الأمر بشأن رفض إثيوبيا عن الاتفاقية الملزمة التي تريدها السودان قائلا إثيوبيا نعم وبكل تأكيد كمنبع للنهر ودول حوض النيل لديها حصتها الخاصة من المياه لأي شيء إن كان نعم نحن نتحدث عن سد النهضة وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية وإثيوبيا لديها الحق باستخدام مياه النيل لأي شيء إن كان استخدامات محلية صناعية لأريي لأي شيء إن كان آخرا صرحت دكتور زريهون بأن إثيوبيا لن تخاف من أي إجراءات تتخذه مصر مؤكدا بأن إثيوبيا لديها حصن النوايا في المفاوضة وفي استخدام مياه النيل بالتعاون لأن النيل نهر مشترك ترجمة نانسي قنقر